شكرا لزميل محمد الهرمودي على هذا التقرير المميز مشاهدنا تعد مرحلة الطفولة من أهم المراحل التأسيسية في بناء وتكوين شخصية الطفل لذا تقع على عاتق الأهل والمدرسة مهمة تضافر الجهود لتحفيز حب الابتكار لدى أبناء المستقبل ليكونوا قادرين على المساهمة في تنمية مجتمعاتهم والارتقاء بها الحديث أكثر حول هذا الموضوع أستاذنا أرحب وإياكم بضيفنا في الستوديو والأستاذ راشد أهل علي مدرب تنمية بشرية صباح الخير أستاذ حياك الله معنا في صباح الشارع صباح النور والسرور وسعيد الدواجدي معاكم موضوع الأطفال مهم وشيق جدا فأنتمنى المشاهدين يستفيدون ويستمتعون مع الحديث بخصوص الأطفال بإذن الله أستاذ خليتكلم اليوم عن أهمية تحبيب الأطفال وتحفيزهم على الإبداع والابتكار منذ سن مبكرة نحن اليوم في مجتمع قاعد يتقدم بسرعة كبيرة كل يوم لو تلاحظ نكتشف أشياء يديدة نتكلم عن مواضيع يديدة من بداية لو نرجع لسنوات من الحكومة الإلكترونية إلى اليوم نتكلم عن المريخ فاليوم إذا الطفل ما قدر يواكب من الحينة ويبدأ يتقدم ويتطور بسرعة ما ركزنا عليه من هذا الجانب أن نطور ونغرس فيه الأشياء التي تخص تطوير الذات أشياء التي تخص أنه لازم يتقدم لازم يتميز لازم يبدأ كلما نتأخر في تطويره كلما نحن قاعدين نأخر في تقدمه لأن الطفل كلما صغير ركز على شيء معين اختار جانب معين على ساس يتميز فيه هو بيكون مبدع بيكون محترف بيكون خبير في المجال الذي هو بيركز فيه فاليوم لو على سبيل المثال اليوم نتكلم عن لعبة للعاب الشخص يلعبها أسأل المدرب أقول له كم سنة صار لك تلعب اللعبة هذه أنت يقول لي 15 سنة أقول له كم عمرك يقول لي 25 يعني متى بدأ عمره 10 سنوات فشفت أنت هو عمره 25 وشاب وعنده خبرة 15 سنة في اللعبة شوف مجال الخبرة اللي عنده كنت قاعد مع واحد عمره 50 سنة يقول لك كم صار لك خبرة في المجال هذا يقول ليك ثلاث سنوات أو خمس سنوات لأنه بدأ متأخر فاليوم إذا نركزنا على جانب معين في الطفل بيستوي محترف وخبير من هو شاب بيقدر ينتج بيقدر يبدع بيقدر يعطيك أفكار بيكون بيكامل طاقته فهني لازم نركز على الشخص من بداية عمره عساس يستمر في الطريج هذا ويطور نفسه وهو بعده شاب صغير استاذ راشد أيضا مسألة أن الأهل يعني سواء الأب الأم والأخوان الكبار أنهم يبتدون يشاركون الطفل اليوم يعني يعطونه مثلا دائما نقول نحن خلي الطفل أو ادخل معاه جوه لازمة صادقة إلعب معه ليس بغلط ليس ببعب أن الأب والأم يلعب مع ابنهم الصغار وحتى الأخوان الكبار كيف هذه نقطة جدا مهمة اليوم ساند الطفل أصمار حتى لو لاحظنا البعض يتكلم مثلا يقول كيف نسبة الذكاء عند الطفل شو نسبة التركيز عند الطفل ترى هذا الدور الرئيسي دور الأسرة صح اليوم أي طفل طبيعي مبدع أي طفل طبيعي ذكي بس نحن لازم نكتشف هذا الذكاء وين هالإبداع في شو فهذا دور الأسرة نحن لما تكلمنا قبل لازم نركز ميولة لازم نحببها ترى هذا دور الأسرة اليوم أنا لما أحبب والدي حق الشي مجال معين أنا باكتشف باكتشف شو ميولة أنا قاعد أوفر عليه وائد سنوات جدًا لماذا أجعله يقبر يوصل لعشرين سنة بعدين يبحث عن ميولة يبحث عن تمييزة لماذا أنا أرى ميولة من صغرة أرى يميل للشيء هذا أنا دوري أنا أشتغل على الشيء هذا عساس أني أنا أبدأ معه من عمره ستة سنوات هو عمره ستة وعشرين سنة عنده خبرة عشرين سنة في التخصص أو في المجال اللي هو يحبه فبيبدع بيوصل مراحل وائد متقدمة فهني دور الأسرة أنه هي تركز شو يحب شو ميولة عساس أنه أركز عليه وأهتم فيه وأشاركه اليوم أنا لما أقعد مع ولدي بشاركه بلعب معه فهو بيحس بالمتعة بيحس بال حتى ما بيتعامل مع الأب ولا الأم بمعنى أب وأم بس بيكونوا أصدقاء بيبدأ يقول للي في خاطرة بيبدأ يكسر وائد حواجز بينهم بين بعض فهالشيء وائد مهم للأسرة أنهم يركزون على هالجانب أنا ما أخلي حواجز بيني وبين ولدي أساس أنه لما عنده مشكلة عنده شيء يبدأ يفط يطلع اللي في خاطرة أنا هني بعطي التوجيه الصحيح فهالدور وائد مهم فعلا أستاذ راشد وحتى هالشيء يساعد ويقلل المجهود دائما أن الأباء يتعبون يوم الطفل ليوصل لمرحلة المراهقة أفكارها تتغير أسلوبها يتغير مزاجها ولكن إذا ما تدارك هذا الشيء من خلال الطفولة ومرحلة الصغر أنه يكسر هذا الحاجز فممكن ما أعتقد يحصل هذه الصعوبة شوية في التعامل معه أثناء مرحلة البلو طبعا هو لما يدخل في مراهقة يدخل في مرحلة ثانية حتى الجسم تبدأ الهرمونات تتغير سيكون متقلب المزاج ولكن عندما يكون مع أبوه أو أمه كاسر الحواجز يبدأ يقول ما في خاطره يعبر عندما يدخل في مرحلة ثانية عندما لا يحصل الشخص الذي يقول ما في خاطره لا يحصل الشخص الذي يحس فيه لما يكون علاقة صداقة يبدأ يقول ما في خاطره يحس أنه يرتاح أن الشخص الذي معه يسمعه يشاركه يساعده فالوضع يختلف جميل جدا سعد راشد طبعا أكيد الأطفال ما شاء الله تبارك الرحمن نشيطين ووقات حتى في البحث عن ذاتهم وواهبهم وألعابهم يسببون فوضى وممكن زعاج في المنزل أو الصراخ أو هذه التصرفات الفوضوية كيف اليوم الأهل أيضا ما يحسسونهم أنهم مثلا مزعجين أو غير مرتبين أو مثلا أوقات مثلا واحد يأصب يقول له يا أخي أنت شو تسوي؟ غلط يعني هذه الأوامر أو هذه اللغة ممكن تحجم إبداعهم وذكاهم أهمية التعامل في مثل هذه المسألة؟ مثل ما قلني الموضوع وائد مهم الطفل عنده طاقة كبيرة نعم حتى لو بتلاحظ يعني نتكلم عن الطفل الطبيعي عنده طاقة كبيرة يجب يلعب يجب يركض يجب يشارك يجب يسوي فإذا نحن على سبيل المثال قعدنا وما خلينا يسوي شيء الطاقة هذي وين يفرغها؟ فاليوم لازم أن يبلى بعض الألعاب التي فيها أشياء أحركية فيها تركيز فيها تفكير على اساس نستهلك هالطاقة الكبيرة التي عندها اليوم أنا أقعد على الجهاز اللوحي على ساعة أو ساعتين أو ثلاثة يطالع مقاطع فيديو هذه طاقة كبيرة عندها لا يفرغها يبدأ يفرغها في الأشياء أخرى إذا نلعب يبدأ يكسر أو يرسم أو في الأماكن أو الأشياء هذه يبدأ يدخلنا في مرحلة الإنزعاج نعم فهنا لازم نبلى الألعاب التي فيها حركة فيها تركيز فيها تفكير نلعبها نشاركها نعطيها أشياء تحفيزية أساسوا مثلا اليوم لو عطيت اللعبة قلت لألعبها لا أحب اللعبة لكن اليوم لو قلت لألعبة فيها هدية يبدأ يتشوق يبدأ يزيد معدل التفكير والتركيز في اللعبة صح فأنا قاعد أحفزها و أخليه أحب اللعبة أحياناً هناك شيء لا نحب لأنه لم نجربناه لكن إذا جربناه مرة أو مرتين أو ثلاثة لا نبدأ نحبه صحيح فبالطريقة هذه نحببها في الألعاب التي لا تزعجنا ولا تجعله يكون عنده طاقة يضيق شيئ ثاني نجعله يفرغ طاقته في أشياء مفيدة جميل جداً جميل لا نتكلم عن الألعاب ستراشت معك بعض الألعاب دعونا نعرفها لأستاذ المشاهدين و مبدأ الهدية و التحفيز أنا خضية اللعبة دائماً هذه الألعاب ذكاء على سبيل المثال المربع هذا كيف أركب هذه المربعات بهذه القطع يبدأ يدخل في مرحلة خارج الصندوق ما هي مرحلة خارج الصندوق؟ أنا أفكر بغير الطريقة الطبيعية عساس أن أوصل للحل فهذه الأشياء ترفع من معدل الذكاء الإبداع و الإبتكار عند الطفل اليوم لو قاعدين في غرفك كيف نطورها؟ نضع الأفكار عادية نضع كرسي و طاولة نضع حشيش إصطناعي نضع طاولة نص طاولة تبدأ أفكار خارج الصندوق فهذه الفكرة للعاب الذكاء تجعله يستهلك طاقته بأشياء مفيدة و أيضاً يبدأ يطلع أفكار بداعية البوكس الخشبي الموجود عندك و الصندوق الخشبي عبارة عن غرفة سرية الغرفة السرية فيها هدية إذا أنت بطلت تأخذ الهدية حقك حقك لكن لا يحتاج قوة يحتاج ذكاء يجب أن تفكر خارج الصندوق لأساس أن تصل إلى الغرفة الذكية جميل، كيف تجرب؟ تجرب أخذ الهدية لأنه يجب أن تكون هناك هدية أنا أستخدت لأنه يوجد هناك هدية تشعر أن تشعر بالتحفيز داخلي سبحانه لا إرادي حسناً هناك هدية أنا أكد حلوة هذه الألعاب موجودة اليوم نشوفها كثير من المحلات تحفيزية أصلاً هناك صمق من الصقق عدل أستاذ خلال الحوار يعني نكمل حوارنا وأنا أحاول متعدد المهم عادية سولف وحاور ولعف نفس الوقت جميل، هذه الألعاب أيضاً أستاذ راشد لابد أن نجعل الطفل أيضاً يختار الألعاب الذي يتناسبه ويحبه هذه النقطة جداً مهمة اليوم الأب والأم يحبون أن يختارون اللعب الذي تناسب الطفل ولكن ممكن الطفل لا يحبها كيف اليوم أيضاً نتعامل بهذا النقطة بذكاء نخليهم يأخذون اللعبة التي ترضينا وترضيها في نفس الوقت اليوم فكرة أنا أخلي والدي يكون صاحب قرار كيف أخلي يكون صاحب قرار من بداية تأسيسه اليوم أنا لما أروح على سبيل المثال اليوم أشتر لك لعبة و أعطي محل للعاب يختار للعبة أنا أقترح عليه بعض الألعاب المفيدة وهو يختار اللعبة التي تناسبها يعني أنا أخليه يختار اللعبة يختار اللعبة مناسبة له أنا أعطيه خيارات مثلا أختار له خمس ألعاب يقول له ما اللعبة التي تحب في الألعاب هذه يبدأ يختار فهو يختار اللعبة التي تناسبها فأنا أعرف تحين شو ميولة على سبيل المثال اختار صبور عساس يرسم و اختار سيارة يلعب فيها فهنا عرفنا شو الميولة اللي هو له بالإضافة بعدين نسأل أنت ليش اخترت هاي اللعبة ليش اخترت هاللعبة يقول والله أنا اخترت اللعبة هذه لأن أنا أحب أرسم و ألون فيبدأ هو يختار الشي بسبب يكون مستشار باطر لما بيكبر بيختار طريق اللي هو بيسلكه بيقول أنا ليش اختار هذا الطريج لأني أنا أحب المجال هذا لأني أنا أحب الشي هذا فأنا اخترته فيكون يعرفه شو الأسباب اللي يختار للطريج اللي يتناسبه نعم فهنا خليه يختار الأشياء اللي تناسبه فبنعرف ميولة اليوم لما نشوف طفل يحب يرسم ونشوف طفل ما يحب يرسم فهنا إذا هذا يحب يرسم ليش أنا ما أنمي شي هذا أشتر له دفتر رسم أشتر له صبورة الكبيرة أشتر له الأقلام خاصة بالرسم فأبدأ أراوي مقاطع الأشخاص اللي يرسمون فيبدأ أنه يتطور فبيتطوره بسرعة لأنه ركزت على المجال اللي هو يحبه فاليوم ممكن على سبيل المثال اليوم فالرسام مثلا في بعض يستهين بمثال يقول ما طفل يطلع رسام ممكن الرسام يفتح له معرض رسام ممكن يكون يتعامل مع شركات وعقود ويحقق مبالغ حتى أنه يبدأ يدخل مجال التجارة بما يحتاج للوظيفة فاليوم أنا في كتابة عملت مع الرسامة على سترسم كتابي لأطفال مبلغ كبير فاليوم عندهم دخل كبير إذا الشخص يبدأ في مجال الرسم وليس مجال بسيط فإذا أمريكي لديه مجال معين فلجب أن نركز عليه على ستبدأ فيه هذا المجال سيحقق لنجاح بشكل كبير أنا بعدني أحاول أضغطك أشوفك أستاذ راشد نتكلم عن مسألة للعب الإلكترونية وسائل التواصل الاجتماعي أولا جهزة ذكية بلا شك يعني وكل أستاذ المشاهدين يعرفون هذا الشيء أن سلاح ذو حدين يفيد الطفل أكيد بلا شك وأيضا قد يضر أهمية مثلا المراقبة وتخصيص وقت معين لقضاء الطفل يعني مع الألعاب الإلكترونية اللي نحن أبد ما نمنعها ولكن لا بدنا تكون في ضوابط وشروط وأيضا للعاب المهارية نفس هذه يعني اللي فيها تفكير وفيها إبداع أو للعاب الأخرى وأي شيء فيه رسم فيه إبداع فيه إبتكار نتكلم عن هذا الجانب جانب للعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي الشيء موجود لابد منه اليوم نحن لازم نواكب فاليوم نواكبنا التقدم التكنولوجيا وواكبنا الأشياء الذكية هذه فنحن لازم نعرف أن كل شيء فيه سلبيات وفيه إيجابيات أول شيء اليوم نحن قلنا الجهاز الذكي لازم نعرف أن كل جهاز الذكي فيه نظام القيود صحيح أحطي الولدي عمره ست سنوات أنا أسوي له قيود على ست سنوات في الست سنوات لما أنا أحط له بيكون فيه وائد أشياء ما بتطلع له فلازم أنا أتعلم فكرة القيود الجهزة الذكية فيه نظام القيود أنا أحطي له قيود أنه ما يقدر يدخل على سبيل المثال مواقع معينة أقدر أنا أتابعش الأشياء اللي يسويها فأنا أعرف والدي شو اللي قاعي يسويه في الجهاز اللوحي هذا واحد اثنينة أبدأ أحدد له الأشياء اللي يستخدمها أنا ترى أن التحكم عندي أنا بنزل للألعاب والتطبيقات اللي بتفيده بيستمتع وبيستانس نفس الوقت بيستفيد فيه ألعاب ذكاء فيه ألعاب أنا أحد اليوم أكاعد ألعاب صح بس بالمقابلة أنا عندي ألعاب مفيدة أستفيد منها نعم عندي ألعاب فيها ذكاء فيه ألعاب نأتسلى واستمتع فيها فهن لازم أن أنوع له فيبدأ بالتنوي عنده ألعاب ذكية عنده ألعاب يستمتع فيها يقضي وقت الفراغ فيه بالإضافة بيبدأ ألعاب فيها تركيز فيها على سبيل المثال اليوم فيها ذكاء فببدأ أشوف وهو يلعب ويستمتع بنفس الوقت أنا بشوف شو ميولة وبالإضافة نحطي للساعات معينة إذا يريد ساعات إضافية شو المقابل اليوم اليوم أنت سويت إنجازات حلوة اليوم كنت وائد مؤدب اليوم كنت ها بنعطيك ساعات إضافية تحفيز تحفيز مهم اليوم فبالطريقة هذه جميل جدا حلو والموازنة ومثل ما ذكرت من نقاط المهمة في التربية عمليات التحفيز أو أن مثلا نسوي جدول للأطفال عندنا في المنزل إذا مثلا نسوي شي صح نكافههم هذه الأساليب جميلة أصلا وتنمي أيضا تعطي الطفل حافظ أنه يكون دائما مثلا يتم مواجباته يساعد أخوانه يكون مثلا نشيط يكون مثلا ما يسبب فوضى في المنزل وهذه الأشياء من النقاط المهمة جدا في مسألة التربية الكلمات الإيجابية دائما أستاذ راشد يعني تساعد الكبار فما بالك نحن بالأطفال اللي يحبون دائما التحفيز ويحبون التشجيع أهمية كذلك الأسلوب كنبرة صوت ككلمات في تحفيز الطفل اليوم من نساليب اللي قلناها الأسرة أنها هي تطور وتركز على الطفل لأننا نعطيه الكلمات الطاقة الإيجابية اليوم أنا لما طفلي بيكون توا بداية يحب الرسم ورسم لي رسمة ممكن لأنها ليس جميلة لكن عندما أرى الرسمة أقول لها واو جميلة الرسمة أنا لا أعرف أنك أنت تحب الرسم لا أنا أدام أنك أنت ترسم هذه الرسمة أنا اليوم أشتر لك دفتر تلوين وأشتر لك ألوان وأشتر لك أقلام أريد أن ترسم رسمة جديدة ما هو الطاقة التي يحصلها بالمقابل إذا أبو قال له ما يفعل أن تقاص على عمرك و يشل ورقة و يعقها صح شفت الفرق كيف؟ صدقني الطاقة جميلة تختلف فهذه الطاقة التي يحصلها ستجعله اليوم يبدأ يفكر كيف يسوي الرسمة الثانية الأحلى كيف يبدأ يتطور من نفسها أكثر لأساس أنه يحصل هذه الكلمات الإيجابية طبيعي إذا إحنا كبار إذا حصلنا كلمة حلوة نحس بطاقة صح وين الصغير فلازم نعطي طاقة إيجابية لازم لا نحبطها لا ننتقدها لا نجعله مثل ما نقول بالعامل نكسر مياديفة لازم نعطيه الشيء الذي يحس أنه فعلا يبقى يسوي مرة ثانية ويسوي مرة ثالثة اليوم بييبلي ورقة وممت فيجن لنا ما بيبلي مرة ثانية بيقوله ما دار عني صح ولما بيبلي قوله واه الله وايت حلوة الرسمة كيف ترسم أنت أنا ما عارف أنك أنت تشير رسام نعم أعطيته طاقة إيجابية فبيحب أنه مرة ثانية يسوي لي رسم ثانية يبلي فبيبدأ يتطور شوي شوي نعم شفت مقطع فيديو من فترة بخصوص الرسم نعم أن شخص قاعد يرسم وحاطين السنوات وكيف كل سنة الرسمة تطورت يعني فعلا يعني الرسمة الأخيرة كانت في 22 تشوفها صورة ما تشوفها رسمة ما شاء الله من كثرة تطور ليش تطورها الشخص لأنه فيه دعم فيه تحفيز فبدا يتطور شوي شوي فلازم دعم لازم تحفيز لازم طاقة إيجابية عسيس ترفع من روحه مجرد أنك أنت تستانس من شي طاقتك بترتفع حرمونات عندك بترتفع بتبدأ تعطي أشياء بشكل أفضل وأكبر صحيح فعلا سبحان الله التصرف السليم والكلمة الجميلة والتي فيها إيجابية تحفز على الإبداع وتعطي للإنسان الشعور أنه يحس بقيمته أنه أنا إنسان مبدع حتى مسألة الأطفال إذا ما لاحظتوا يعني يمكن بعض الأهالي يتعاملون بهذه الطريقة إذا ما لاحظوا أن نحن نيب حق الطفل سيارة فيها جهاز تحكم عن بعد وفيها بطاريات يحب في بعض الأطفال يكسرون هو هذا شيء طبيعي ولكن البعض يحاول كيف يصلحها ويكتشف الأجزاء هذه فنحن ما لازم نعصب عليه نحن ممكن نساعده ممكن نكون عنده موهبة الاكتشاف أو الابتكار البرمجة هاي الأشياء أصلا نحن مطلوبة فيه هذه الأيام سيد صحيح أكيد طبعا توجه الدولة يعني خصوصا اليوم مع التغيير الوزاري في تربية والتعليم النقاط المهمة اللي موجودة أنه تعزيز حب الأبتكار واكتشاف المواهب وكيف المناهج اليوم تتطور لهذا الجيل اللي نحن اليوم ممكن يكسر لعبة عشان يكتشف شو بيداخلها صحيح سيد راشد ففعلا نفس ما قلت النقطة وايد مهمة أننا اليوم حتى لو مثلا اللعبة كسرها هو يمكن عنده اكتشاف يريد شوف كيف تركيبة كيف القطاع كيف لها فحين لو مثلا على سبيل المثال الأب شاف ولده شي هذا هذا يشترى لليوم الثاني سيارة تركيب ويحتاج قطع ويركبها ويشتر لأننا اشترت لك لعبة اليوم تركبها فبيبدأ يكتشف ترى نحن ممكن فيه شيء مفضل لنا بس هو يكون عنده هذه الموهبة فنبدأ نكتشفها اليوم أننا اكتشفنا الموهبة عند ولدي اليوم أننا اشترت لها سيارة صغيرة يركبها فيمكن هذا عنده موهبة الصيانة والميكانيك والأشياء هذه تركيبها أشياء مطلوبة كلها أشياء مهمة فاليوم يكون هذا يمكن مجال تخصصه في المستقبل فهو لو دخل المجال هذا وأنا هو عمره خمس سنوات ست سنوات كان يحب الشيء هذا فبيدخله يعني وايد يحب هذا التخصص فبيبدأ يبدع فيه صح فمو بغلط يعني كل شيء لازم نكتشف فيه سبب نكتشف فيه موهبة في ولدنا بلا شك يعني الفقرة شارفت على الانتهاء السيد راشد وانا يعني بعدك والله أنا حسيت أني حركت شيء لا أعرف هل هو إحساس أو لا أعرف يعني خلاص عشان ما يعني عشان أبغي أعرف حين مشكلة خاف يطلع فيها فلوس بضايج أستاذ راشد نبغي شرح أكثر على الألعاب الموجودة وفي هناك شيء فيه رامات أو شيء وهذا قفل اللعبة هذه مثلا مواندري إذا واضحة اللعبة هذه عبارة عن قفل وفيها قطع خشبية داخلية وهذا المفتاح فأنا اليوم عسا سأفتح القفل هذا لازم أبدأ أحرك القطع الخشبية لداخل عساس أنه أوصل للحل أن القفل هذا يتبطل فأنا أبدأ أفكر كيف أنقل القطع الخشبية الصغيرة من فوق لتحت وكيف أبدأ أغير المسارات القطع الخشبية لداخل فيبدأ الشخص لازم يفكر بره لازم يفكر خارج الصندوق وعندما تلعب اللعبة هذه أنا لو أخليك مثلا أنت لا تصوير عادي أنت قاعد عشرين دقيقة أنت مبحاث بالوقت صح فأنت تخيل في عشرين دقيقة أنت قاعد تركز فالعقل قاعد يشتغل فالعقل يعطيك أفكار فأنت قاعد تركز اليوم أنت أحسس مثلا أنا أحافظ على جسمي أنا أعضل فأحتاج لتمارين لشهور ترى العقل نفس الشيء يحتاج تمارين فأنت قاعد تركز تمارين اليوم حق العقل يبدأ يفكر كيف ينقل القطعة هذه وتبدأ تطلع عنده أفكار يديدة فهذا الشيء يجعله يبدأ يفكر خارج الصندوق يبدأ يكون مبدع يبدأ يكون عنده باشر ينبيئ يكبر فالعقل تبرمج على هذه الأشياء فسهل جدا أنه ينتقل لمراحل ثاني من الطورة لأنه مرن العقل على هذه الأشياء فبيبدأ عنده سرعة التفكير سرعة الأفكار سرعة الاقتراحات سرعة الاكتشاف بعض المواهب والإبداعات والإبتكارات جميل حلوة لعبها هذا يبغي لها بعد البرنامج لا هذا يبغي لها قاعدة واحد يجب أن يفكر والحلوة أن هذه الألعاب موجودة إلكترونية موجودة إلكترونية وموجودة في الهابس شو الحلوة في الألعاب التنويع أنه لا نركز بس على شاشات يبدأ يطلع من العالم هذا اليوم مثلا لو خذنا في مثلا يلعب في الحوي بره في الرمل تطلع من نجواء المنزلية والداخلية وعلى السرير وليس فيها حركة يجب أن يتحرك الولد قليلا سبع عدد عندما يطلع بره يكتسب مناعات حتى الشمس تعطي هرمونات ترفع عنده الفيتامينات والأشياء هذه فهو يحتاج أن يطلع ويتحرك حتى يخفف من التوتر عنده يعدل المزاج عنده فيه أشياء وايد إيجابية اكتشف الطبيعة المحيطة وملمس الأشياء يعني ملمس القطع الخشبية هذه يبدأ يفكر كيف سووها شو هذا اللون هذه فيه أشياء قطع صغيرة هذه مسامير يعني فيه إبداع وفيه تفكير واكتشافي أكثر ومسألة المناعة هذه يمكن حتى قبل البرنامج قاعد أتكلم مع أحد الأخوة الموجودين أن مع تغيير الجو يمكن أن الناس رجعوا شوية يكون عندهم زكام هذا لأن صار لنا فترة نحن قاعدين في البيت والكمام ومنا نتعرض لهالغبار فمناعتنا يمكن قلت شوية فبالتالي يوم قمنا نطلع أكثر يكون فيه شوية في الجو وروح الحداقة والأماكن هذه فيه شوية تغبار يبتدي يتحسس فمعناتنا الجهاز المناعي يشغاله لله الحمد فأكيد الأطفال بعد يكتسبون مناعة من المناعة المحيطة عندهم اللعبة الثانية هذه أيضا من الألعاب التي نشوفها في المحلات ما شاء الله خصوصها التي تبيع الألعاب التي فيها ابتكارات أيضا هذه حلوة وفيها ألوان يتعلم الألوان وتعلم طريقة الترتيب وحتى الأشكال الهندسية مثلث متوازل أضلاع مربع دائرة حلوة هذه أيضا الألعاب الموجودة الألعاب الذكاء حاليا يعني لو مثلا أي وقت حتى نروح معرض الكتاب قسم الألعاب لذا نروح حق الأطفال بتشوف وائد ألعاب ذك يعني لقارنها بالسنوات اللي فاتت السنة هذه كان وائد ألعاب يدي ديابه وائد ألعاب ذكاء ألعاب متنوعة حتى لو تبدأ من سن الطفل من عمره سنة ونص فيه ألعاب يبدأ يركز الأشكال فهم أن هذا مثلث وهذا دائرة لازم القطع الخشبية دائرة حطيها في الدائرة ومثلة فيبدأ تركز عليه من بداية من سنة ونص من سنتين يبدأ يركز فتحس أن هناك طفل تركيز عالي في الأشكال في طفل تركيز عالي في أشياء ثانية بهذه الطريقة صحيح أنا أنا خلاص مشاهدينا هناك مساحة لكن هذا لا أعلم سريح والله حس أنه ممكن حاولت أنا أعطي لي شوية شيء سكين وين الشيف أعطينا سكين شيف أعطيها مصورنا للمخرجنا لأستاذ نحل نحل المعضلة هذه في عبارة عن في كذا غرفة سرية في اللعب هذه فأنت لازم تكتشفها اليوم إذا اكتشفت لازم شوية تبتدي تحركها تحركها تكتشف وين الغرفة التي تبطلت أنا راهب الآن هناك قطعة الخشبية اللعب هذه مفتاح وهذه الهدفة 头 وبعدين هناك غرفة سرية أولى هذه الغرفة السرية الأولى ألا السوق فأنت بطلت الغرفة السرية الأولى وبطلت المفتاح المفتاح نفس الشكل فأنت لا تنتبه أنه هنام مفتاح أساسا شوف المفتاح نفس الشكل فإنه اكتشافت الغرفة والهدية الآن أنت أنا ألاعب الصغاري بالطريقة هذه، يبدأ في هدية و حافز و يتشجع يبدأ يفكر أكثر من الشكل الطبيعي لماذا؟ لأن هناك حافز صح يبدأ يكتشفها طريقة هذه، ما نستفيدنا؟ أن هناك أشياء تكون نفس الشكل المألوف لكنه يتكون من شيء ثاني نفسه على سبيل المثال المفتاح اليوم، لو لا ينتبه على هذا الشيء لا يبقى على باله باتر أنه ممكن أن يبدأ يفكر مثلا كيف أن هناك مفتاح لكن في نفس الشكل اليوم يركز أن هذه الأشكال ممكن أن يكون هناك شيء يتبطل، شيء يدخل هناك غرفة أو غرفة ثانية مثل هذه الألعاب، ستنمي عنده أنه يفكر خارج الصندوق يفكر بطريقة إيجابية يفكر بسلوب، غير عن سلوب الطبيعي العادي صح أنا من كل وقت لا أسعفني أن أكتشف أكثر لأنني شغال أضغط بس فعلا على فكرة يحتاج وقت وتركيز صح، صح، فعلا يبغي لها صفاء وضعت علينا الخمسة شكرا لك أستاذ راشد سعيدين بوجودك معنا ونحن إن شاء الله الأهالي والمشاهدين ونحن أيضا استفدنا من هذه المعلومات الجميلة التي قدمتنا لنا شكرا لك، يومك سعيد يعطيك العافب إن شاء الله عافب شكرا لك، أستاذ راشد عفوا، يجب أن يدلينا على المحل الذي يبيع الألعاب لكي نحق البيت لنجعله صغارية تشمب شكرا لك شكرا لك